بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه السلام الطيبين والطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم الدكتور أحمد عيدي العبادي ونتحدث الآن عن الملاذات الآمنة في الأردن في الأردن في الأردن كانت أكثر بلد في كل المنطقة قاطبة المنطقة العربية الآن فيها ملاذات آمنة هذه الملاذات الآمنة هي عبارة عن حرم بمعنى آخر من دخلها كان آمنا اللي يحط فيها أغراضه كان آمنا لما ينحشر أي واحد من العدو يدخل فيها ما حدا يقربه هذه الملاذات الآمنة كانت تسمى الجلجال أليف لام جا لام جا أليف جيم أليف لام وهي المفرد والجمع يعني الجلجال للمفرد والجمع وقد أشارت إليها التوراة أيضا لأنهم هم فوجئوا عندما أجوا من بلاد التيه وأرادوا أن يعني يدخل ويبروا من خلال أردن بأن هناك في ملاذات آمنة من دخل فهو آمن فكانوا إذا عجروا دخلوا هذه الملاذات ومن لم يدرك ذلك إلا بعد أن عبروا النهر وطردوهم المؤابيين وأهل بيريا إلى منطقة أريحة فكان في الشماء في الجنوب الغربي من أريحة كان هناك جلجال مهم تابع لمملكة بيريا فدخلوا فيه فما برشوش فيهم الجيش الأردني المكون من جيش مؤاب وجيش بيريا والجلجال إذا أنت سافرت في الأردن بتشوف فيه ما يسمى بالحوط وهذه قرأنا عنها ومحتبرين ومنين إجتوا شو قصة وحيرانين علماء الآثار وعلماء التاريخ يا جماعة الخير لا تحيي لا تحتاروا محلولة المشكلة هذه اسمها الجلجال هذا الجلجال كان يستخدم سوق سوق زي ما نقول سوق الحلال سوق الجلب كان يستخدم للمناسبات المناسبات يعني الأفراح الأطراح إلى آخرين كان يستخدم ليتركوا أغراضهم فيه كان يستخدم لإناخة القوافل مشال لما ينوخوا فيه ما حدا يسرقوا ما حدا يبلش فيهم لأن هذه الجلجال هذه منطقة آمنة فكانت موجودة أكثر منطقة كان فيها جلجال اللي هي منطقة بيريا مملكة بيريا كان مثلا الجلجال عندك في مغتس كان عندك الجلجال في وادي الخرار كان عندك الجلجال في منطقة الأيكا اللي هو وادي الصلد كان عندك الجلجال في الأغوار في شرق غرب الأغوار كله يعني كان الجلجال مختلف عندما جاء الأمويون اجوا على هذا الجلجال وحولوا حولوا من جلجال قديم إلى قصور بني أمية في الصحراء أو في البادية لأنه في نظرية اللي بتقول قدسية المكان تبقى مستمرة مع الأجيال بمعنى المكان اللي كان عنده قدسية في زمن الجاهلية لما جاءت المسيحية صار أيضا مكان أولو قدسية بنوا في كنيسة لما جاء الإسلام صار أولو قدسية وحولوا كنيسة إلى مسجد أو بنوا مسجد بالمنطقة فإذا قدسية المكان هذا الجلجال كان يتميز بقدسية المكان بقدسية المكان فكان يشكل حماية وأمن وطمانينة وكان يشكل يعني مصدر قوة إذا أنت بتروع على البحر الميت وتنظر إلى الشرق منك تشوف تمثال ما يسمى تمثال امرأة لوط اللي هي المرأة العجوز العقيم هاي طبعا هي امرأة لوط معروفة هنا أخت الملك بارع ملك السدوم وجوزوا ياه مشان تكون جاسوسة على النبي يعني بالنسبة إليها حليناها في بحث دقيق في هذا الموضوع ونأتي إليه فيما بعد إن شاء الله أنت تشوف إنها هي أول ما ذهبت ما ذهبت للجنوب ذهبت باتجاه وهذا الخرار اللي هو الملاذ الآمن لأنه لأنه هي بتؤمن وبتعرف إنه إذا كانت في هذا الملاد الآمن ربنا ما رح ما رح ينتقم منها ولا يعاقبها ولا يخصفها ولذلك هذا الملاد الآمن كان يلجو إليه وكان فيما بعد فيما بعد نجد إنه أرباننا بالقرون القديمة ساو ما يسمى حوطة الولي تحول الجلجال المكان قدسية المكان إلى حوطة الولي سواء دفن فيه حقا أو لم يدفن فيه فأنا أذكر في طفول كانوا يجيبوا ويحطوا حلالهم وسمنهم عفوا سمنهم وجميدهم ما كان فيه مخازن وكان يحطوا شراش بصفرة وخضرة وحمراء يحطها قالت يتقدس وبعدين يحطها قالوا أذكرها كويس هذه اسمها الملاذ الآمن الملاذات الآمنة تملأ الأردن الأردن تملأ الملاذات الآمنة هذه أمن والطمأنينة هو جزء من تاريخ الأردن يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر القوافل من مملكة سبأ اليمن وليس سبأ الأردن لأنه في سبأين سبأ اليمن وسبأ الأردن سبأ الأردن منها الملكة بالقيس الذكرها ربنا سبحانه وتعالى في صورة النمل من آية 20 إلى آية 42 وقصتها كاملة أعطاها والسبأ اليمن الذي كانت في اليمن بعد سبأ الأردن بحوالي 400 سنة اسم على اسم وبعدين تكرار أسماء الملوك شيء موجود في العصر الحديث وفي القديم يعني إشي طبيعي لكن لما تكون واحدة زي سبأ مرة عظيمة وعظم ملكة في تاريخ البشرية طبعا يعني بيضيع لما تكثر العناوين دائما إذا كثرت العناوين لنفس الموضوع تضيع القضية ويضيع الموضوع كله لذلك كثرت العناوين كارثة يعني فإذن هذه يقول لك ونرد الكرة حكناها في أكثر من حلقة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي ويام آمنين وبعدين لما أجل موسى قال لا تخف نقاوة نجوت من قوم الضائمين إذن إحنا الأردن هي آمن وأمان هي جلجال هي ملاذ آمن هي شوف يعني موسى وين إجا على الأردن على الملاذ الآمن الناس السافر برا وين على الملاذ الآمن إذن أردن هو الملاذ الآمن هو الملاذ الآمن ولذلك الأردن له كرامة ولذلك لما قوم لوط عصوا ربنا وجاءوا بالفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين ربنا جعل عليها سافلها لأنه هذه أرض طاهرة ومقدسة ويتميز الأردن تحديدا بأنه لما ربنا انتقم من العرباننا اللي عاصوا الرسل لم يأتي الغضب والعقاب إلا على بقعة السوء يعني اللي بجنب البحر الميز ما صار بيشي اللي بجنب العيكة ما صار بيشي اللي بجنب مدين ما صار بيشي ما صار بيشي لأنه هذه أرض مقدسة يحميها رب الكعبة رأى الله سبحانه وتعالى والعذاب يقع على القوم في البقعة التي عصوا الله فيها يعني ذلك هذه يعني من جملته لأن الأردن أيضا هو ملاذ آمن وملاذ طيب والأردن يعني أي واحد يأتي إلى الأردن بس يعني ما دعنا نقول إحنا زي خبز الشعير ما يكون مذنون بالتأكيد هذه حقيقة لكن الأردن دائما هو ملاذ آمن لكل من يلجأ إليه عبر التاريخ لكن في الظروف المعاصرة ولما صارت الأمور فيها قضايا مختلف كذا اختلطت كل المعادلات لأنه كل عصر لكل زمان دولة ورجال ولكل زمان حال وحال ولكل الثقافة لها يعني تغير لكن الأردنيين يبقوا هم الأردنيين واللي يقول لك أنه هاي العشائر الأردنية وافدة على الأردن الأردنيين نحن على الأردنيين هو لم يقرأ التاريخ ولا يعرف التاريخ يروح يضب حاله وحسأله لأنه إحنا يا الأردنيين متجذرين وإلي ما قوله تقول إحنا عظام يدودنا تنبع فوسفات دليل تجذرنا من آلاف السنين من آلاف السنين وأنا كتبت كتاب باللغة الإنجليزية وحكيت عنه في حلقة سابقة اسمه Political History of the Jordan Tribes Analysis Study اللي يجد دراسة تحليلية من سبعة آلاف قبل الميلاد لألفين بعد الميلاد وجدت من خلال الدراسة أن هؤلاء الناس هم 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 الميلاد الآمن ولذلك عندما لا يوجد ميلاد آمن كان البيت يعتبر ميلاد آمن كان الناس يدخلوا على الشق خلص لو أنه ذابع ابنك ودخل ببيتك صار ملاذ آمن كان يدخل على القبر صار ملاذ آمن إحنا عندنا عندنا العاداتنا اللي تورثناها من آلاف السنين أنه إذا واحد دخل على قبر واحد ملزم أهل القبر أنهم يحموا يعتبر دخيل عليهم على الشيق دخيل عليهم إذا دخل على حرم على مره دخيل عليهم خلص هذه الملاذ الآمن إحنا بلدنا هي بلد الملاذات الآمنة من الآمن والطمئنية والهدوء والسكينة والحديث بقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا